تبدأ القوات المسلحة بعد أيام في علاج مرضى فيروس الكابل الوبئي سيو مرضى نقص المناعة المكتسبة الإيدزة وذلك بواسطة اختراع أثار الكثير من الجدل في أوساط طبية محلية ودولية منذ الإعلان عنها في فبراير الماضي ومن المتوقع أن تعقد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مؤتمراً صحفياً في الأيام المقبلة للإعلان عن بدء العلاج بالجهاز الجديد من الإيبر دي كان حوالي نزلتنا البادري وكانت تكلفتها عالية معرفش في شهر تكلف 3000 أو كده ما دفناها هكذا يتحدث مرضى فيروس الكابل الوبائي سي وغيرهم من المصابين بأمراض مستعصية فالعلاج غال وغير متوفر وليس مجدياً ومن أجل هؤلاء ستبدأ القوات المسلحة في العلاج بأجهزتها المثيرة للجدل بعد أيام أستنى لما شكت حالة يعني الناس تحسنت عن الأول في الناس برساطة كده في القسم أتوقع الله أكش لديت كده المستشفى ساعة توجه بيكون لحاجة لاجه زينا وكده بقى دفر من عند ربنا وحاجة ربنا صخرة لنا المثل اللي بقول اللي قده في المياه من زي اللي قده في النار يعني المريض هو اللي يحس بالكلام ده هتولي واحد كده يعني مسافة يعني يقولك حط الجهاز يشيرهم إيه يعني ساحر بأخذ الإيز من المريض بغزي المريض على إيز بدهوله صبع كفتة يتغزى عليه بأخذ المرض ودهوله غزاء وهذا قمة الإعجاز العلمي تعود الحكاية إلى فبراير الماضي حينما أعلن الجيش عن اختراع جهاز يعالج أخطر الأمراض التي تعاني منها البشرية وهي إيز وسي وإنفلونز الخنازير ولا مانع من جهاز آخر يعالج فيروس كورونا كذلك تبع الإعلان عن الجهاز سجالات حول هوية مخترع الجهاز وهو اللواء إبراهيم عبد العاطي وخلفيته العلمية التي قيل عنها إنها لم تتجاوز خبرته كفني معمل بجامعة الإسكندرية يبلغ عدد مصاب فيروسي قرابة الـ 12 مليون شخص فيما وصل عدد مرضى الإيدز أكثر من 18 ألف مصاب وفقا لبعض الإحصاءات الطبية وأثير تساؤلات حول دور وزارة الصحة خاصة أن الهيئة الهندسية لقوات المسلحة هي التي أعلنت عن الجهاز وهي التي حددت موعد البدء في العلاج به المقرر بعد أيام قليلة خلال الجزء الأول من أوائل شهر 7 يبتدي إن شاء الله العلاج كما أعلنت القوات المسلحة هاجم الجهاز عدد من الباحثين والأطباء والمتخصصين في علوم الفيروسات وقالوا إنه غير مستند إلى أسس علمية بينما دافع عنه آخرون واعتبروه طفرة علمية تضاف لسجلات إنجازات القوات المسلحة حليلة كلها زي الفل قدامي وفل خلاص كان عندك إذ زراعة الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة